عن يزيد ابن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك آه صح كده بيأتي العمل ما يبقاش فيها الكلام ده ما يبقاش فيها كل الحاجة اللي احنا مصطلحين ان الناس بيمرسوها في الايقاع ببعض ويأزى بعض والدسيسة وعشان كده في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وعشان كده لما سألت نفسي ليه النصوص دي كلها بتتكلم في نفس الموضوع ده واخدت كل الاهتمام ده لقيت حاجة مهمة جدا 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 وهي أن الفكرة دي قائمة على جهل القلب وسلامة الصدر من الغل والغش والحسد يعني في الأخد خالص أن ده أوسع باب لسلامة القلب والقلب لو سليم يبقى صاحبه بيعيش في الجنة وحتى وفي الدنيا زي ما الرجل اللي قال صلى الله عليه وسلم سيدخلوا عليكم راجل من أهل الجنة وما كانتش بيعمل حاجة غير إنه هو إيه اللي حاصل لا يناموا إلا وليس في صدري شيء من أحد طب نعمل إيه بقى إيه الإجراءات اللي ممكن نعملها لو عايزين طريقة تخلينا دايما نحب للناس ما نحبه لنفسنا أول حاجة لازم نعملها عشان نقدر نعمل ده وببساطة خالص إنه إحنا دايما ما نتهمش الناس بالتقصير وما ندورش على ننتقدهم ونقلل منهم لكن أوعى تشوف نفسك أحسن من حد تاني خليك ساعي ولا تتوقف بيقول سيدنا الإمام بن رجب الحنبالي بيقول ينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية فيستفيد بذلك أمرين نفي سيني الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعض النقص وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل يجتهد في إصلاحها وحشان كده احنا لازم نراعي ده جدا 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 الأمر الثاني المهم جمان من الإجراءات أن احنا حتى نحب أخينا ما نحب لأنفسنا نعمل إيه؟ لابد من الخدمة لا تخلي يوما من أيامك من ثلاث خدمات تعمل خدمة وعلى فكرة أخيك ده ممكن يكون زوجتك ممكن يكون ابنك فلذلك أنت كمان لازم تسعى بالكلام ده إلى إخوانك وأنا بنشح لك أن أنت تسعى بثلاث خدمات لأولادك وأهلك أول حاجة السماع تاني حاجة الاحتضان تالت حاجة إيه اللي حاصل؟ المشاركة لما تعمل التلاتة دولة هتحب لأخيك أنه هيبقى في نفس الحالة المرضية التي تكون فيها أكتر حاجة كمان بتخليك تحس أن أنت تحب لأخيك ما تحب النفسي حاجة كده سنة غابت عننا كتير سنة كان يفعلها الصحابة يروع عن الصحابة عن بعض الصحابة أنه كان يدعو لسبعين من إخوانه من أخوانه من الصحابة في سجوده الدعاء بظاهر الغيب ده يكتر في قلبك أن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسي ادعيله باللي بيحبه فكروا شويتين ثلاثة في الناس وفكروا إيه اللي هم بيحتاجوا أن أنت تدعيلهم به ويدعيلهم بظاهر الغيب ويعرف أن ده بيوصل ويعرف أن ده بيحسوا بيه ويشرح صدرهم ويخليهم في ألفة معاك الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن الصدور وينشر هذا بين الناس ويؤلف بذلك بين الناس ودي حاجة مجربة كل ما دعيت للناس بظاهر الغيب كل ما حصلت ألفة بينك وبينهم وده تطبيق من تطبيقات لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يا رب جعلنا دايما من أهله هذا الحب الذي هو في الحقيقة يسور الإيمان ويجعل الإيمان نورا في قلوبنا وفضلا ونعمة وبركة يا رب جعلنا دايما من أهل المحبة وجعلنا ممن يحبون الرحمة والخيرة والجمالة لكل من حولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين